كده باعتبر بداية الموسم في أوروبا ابتدى الموسم الدوريات الأوروبية النهاردة هنتكلم دلوقتي عن مباراة ليل وباريس سان جرمان ليل بطل الدوري وباريس سان جرمان بطل الكاس ماتش الصوبر الفرنسي كان النهاردة وخلص بفوز ليل 1-0 الفريق اللي بيلعب بخطة وبيلعب بطريقة وبيلعب بنظام ضد فريق موهوب وعنده لعيبة بملايين ماتش النهاردة فيه كلام كتير جدا بس قبل ما اتكلم عن ماتش شرفني باشتراكك واعمل لايك للفيديو وضروري هستنى تعليقك ضروري على الفيديو ده تقول لي حابب أحل مباراة الدوريات في أوروبا هو الدوري الإنجليزي أساسي عشان رياض محرز في الستي هحلل كل أسبوع ماتشات مانشستر سيتي وليفربول محمد صلاح كل أسبوع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي إن شاء الله انتظروا تحليلي للماتشين دول وكمان أنا من فترة بعيدة وأنا بتكلم دايما على ماتشات الدوري السعودي فيه خمس أندية كده تقال تقال وفيه من وجوم غالية قوي وبعدت شوية عن الدوري المصري آه بتابعه طبعا لكن بعدت عنه شوية وما أقدرش أحلل كل الدوريات هو هركز على الدوري الإنجليزي والدوري السعودي هيبدأوا بعد عشر تياب أنا حابب بقى حضرتك تقولي دلوقتي حابب أن أنا بجانب كده ممكن كل أسبوع ممكن أحلل الماتشات من أنهي دوريات أنت تحبها ضروري 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 تعليق لي لأن أنا مش أحلل الماتش النفسي أنا أحلل الماتش لحضرتك سيادك آه قبل ما نتكلم على المباراة وأنا بتفرج على المباراة النهاردة المباراة ماتش الصبر لسه اللعيبة أو المباراة رسمية آه ماتش استعراضي المستعراضي القوة بطل الدوري وبطل الكاسي النهاردة بيبدأ الموسم فكل فريق عايز يوري البلد إنه هو قمة فرنسا ودوري الفرنسي من زمن كنا بنتابعه دوري الفرنسي كرة هجومية كرة حلوة وهجومية والنجوم التسعينات والألفين اللي راحوا الدوري الإنجليزي كلهم من الدوري الفرنسي هنيري ونجوم زيدان طبعا وبلاتني قبل كده يعني مش هنتكلم مش هنضيع وقت في الأسماء آه النهاردة وانت بتتفرج على المباراة تحس فترة الاعداد عشرة العشرة تفرج على المباراة تحس انت في نص الموسم مش لسه بادئ فيش لعيب ميسيك كرامب احنا عندنا بقى في الدورات العربية تلاقي ايه قالك معاليش معاليش اصل لسه الدوري بادئ اللي ميسيك كرامب اللي وقع وواحد بيقوله بيناديله اعمل لي كرامب عندي كرامب مش هنستريتش يعملي استريتش عشان عنده شد في العضلات واحنا هنقول ايه معاليش تصل لسه الدوري بادئ ده اول مباراة في الموسم واللعيبة بتلعب اكن في نص الموسم ما شاء الله طيب والحاجة التانية ان الكرة مش فلوس بس باريس سان جرمان الرجل المستثمر اللي بيصرف عن نادي لو لعيف في الكوكب المريخ يروح يشريه الفلوس بالنسبة لهم مش مشكلة يعني فلاندوم خلص الموسم بدل ما يروح كومان كان عايزه في فرشلونة راح باريس سان جرمان اللي يدفع اكتر بس ليل هوا اللي خدت دوري السنة اللي فاتت لما اتفرجت على المطش النهاردة التسعين دي عرفت ليل ليه خدت دوري السنة اللي فاتت نادي ليل منظم جدا عنده نجوم سريعة عندهم الخطف يعني اه بيدفعوا النهاردة ويسايبين الاستحواز لباريس سان جرمان لكن هي كورتين اتنين يروحوا عالجون يخلصوا المطش عندهم سرقة الهدف يختفق وعندهم قوة دفاعية صلابة دفاعية قوية عشان كده بريس سرجمان النهاردة تسعين ديئة ما وصلش حتى كمان ممكن يوصل بكورة سبتة الوفرات اللي كانت خطيرة دي كانت كورة سبتة نعم كورة ما قدروش اشرف حكيمي النجم المغربي الجميل عايز حد يقولي في التعليقات النهاردة كله كورة بتجيله الناس بتصفر هل دي عنصرية كله كورة توصل لأشرف حكيمي الجماهير بتعليل عمليني يصفروا انا شايف فيه لعبة برضو صمرة كتير وسود كتير في الملعب تجيله مكورة ما كانش فيه تصفير هل دي عنصرية حد يفهمني ايه السبب انا اكيدا هي عنصرية طب هو ايه زنبو اشرف حكيمي عمل ايه كله كورة تجيله في المباراة الجاملة تصفر وتزوم ايه ده انا مش فاهم ده حرام وعشان كده ربنا بالمساوئ اللي احنا فيها كورونا والامراض احنا نستاهل احنا وحشين مش هما بس في اوروبا واحنا كمان وحشين عشان كده ربنا بيشوف الامراض يعني الحمدلله على كل شيء وربنا يعافينا لكن احنا ليه وحشين كده الجمهور كله من اول ديه الاخر ديه كله كورة في رجل اشرف حكيمي ايه يزوموا عليه ولعيب رائع لعيب صوبر اشرف حكيمي ده يعني شوف فرقيته اتغلبت النهار ده لكن مفتاح لعب لعيب ممتع هقولك ليل عارفين عايزين ايه ليل المدير الفني دارس كويس قوي باريس سان جيرمان فقافل الملعب وبيلعب على المساحات الفاضية عنده بقى سرعات غير طبيعية يعني بلعب تقريبا تسعة تحت الكورة وسايب بوراق الفرود التوركي ده وحش يلعب ويسند عليه ويطلعوا بقى بومبا جنبه وجونتان تلاتة سواريخ سواريخ جنوتان وبومبا سود سواريخ وهو بوراق كمان يعني بوراق عجبني النهار ده وان راجل تاكتك قوي وسريع وبيلعب كورة بيعرف يشتغل بيلعب كورة الفرود اللي بيجيب جون بس ده اه فرود هتدف خيره بوراقه لكن لما تجيلك الكورة وانت في موقف تقدر تجيب جون هلا هتعرف تلعب زميلك ده بتفرق النهار ده بوراق بيلعب زميله هو اللي عامل الخطورة على باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان يملكه باكين طرف ولا اروح اه اشرف حكيمي وديالو تقريبا الكورة الهجمات بيفضلوا يرغوا باريس سان جيرمان ورا والليل مبسوطة لعيبة الليل عارفين هم عايزين ايه سايب انهم يباصوا ويستحوزوا انا هعمل ليه بالاستحواز هم بيستحوزوا فريق الليل كله ورا الكورة هيجيبوا لعيبة الليل هيبصوا البعض هيجيبوا جون فينا ازاي لا يمكن يجيبوا فينا جون ده ما فيش تصويبة ما فيش انفراد ما فيش اي حاجة قفلين كويس لعيبة الليل فبيضطر باريس سان جيرمان يلعبوا على الاطراف يلعبوا على مين بقى على ديالو الباك شمال واشرف حكيمي انا من رأي ان ديالو الباك شمال واشرف حكيمي هم احسن اتنين في الفريق لكن بعد ما بتيجي في رجل اشرف حكيمي ويتيجي في رجل ديالو الكورة مين بقى وص الملعب اللي بتحرك عشان ياخد من اشرف حكيمي او ديالو مين المهاجم اللي يتحرك عشان ياخد ما فيش لوسط ملعب مهاجم محترم في بارستان جيرمان غايب النهاردة خالص حسنا لما فولاندو منزل كده في الآخر شكله مش جاهز لكن حسنا بكورتين تلاتة كان هيجيبهم جون لان كان ينقص بارستان جيرمان وسط الملعب المهاجم والمهاجم عندهم برضو ما عجبنيش ايكاردي ما عجبنيش نية وبعكس المهاجم بوراك بتاع الليل فيه كلام كتير اوى على المباراة المباراة عجماني جدا لكن جملة كده فوق المباراة جملة كده تقراها بارستان جيرمان استحواز بلا لعب على المرمى بلا ايجابية ليل عارفين هم عايزين ايه بيلعبوا تحت الكورة والهجمات المرتدة مش بسرعة طلق عارفوا مدفع الرشاش طلق 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 يعني عندهم عشان كده لما تجي تتفرج على المشف النهاردة تقول ليل بطل الدوري ما تستغربش بطل الدوري علشان لعيب الكورة مخ مش احنا عندنا في العرب عندنا الموهبة لكن هل عندنا الفكر عندنا تنفيذ الخطط ليل بينفزه صح علشان كده خدوا الدوري انما بارستان جيرمان عندهم مواهب لكن كل واحد ما تجي له الكورة بيلعب على كيفه لأ ليل منظمين فرقة منظمة عشان كده خدت النهاردة السوبر الفرنسي وخدت بطولة الدوري اللي فات ولسه هنشوف فقا الدوري اللي جاي ما تنسوش اتكلموا ابعتلي تعليق حابب ايه الدوريات اللي انت بتحبها اتكلم عنها فيه ناس بتحب الدوري الأسباني ألمانيا طبعا انجلترا والدوري السعودي دول سابتين كل اسبوع هحلل مطشن في الدوري السعودي ومطشن في الدوري الانجليز اللي هو محرز وصلاح ان شاء الله هنسبت على كده لكن الاسبوع سبع تيام انا مسلا هنحلل لكم اربع مطشن قوليلي برضو لو حابين حد شايف ان هو مهتم ان انا يسمع تحليلاتي ويتابعني شوف الدوري اللي انت بتحب ايه اكتبه في تعليق عشان تلاقيني بحلله ان شاء الله اشكركم طولت عليكم اعمل لغة للفيديو شكرا اشتركوا في القناة